فضل التي تعاني منها الشخصية الشخصية الغربية ويرجع يونغ ذلك الى محلال دور القيم التي يحملها الانسان واخواؤه الروحي مقابل الاشباع المادي الذي يتسم به العصر الغفالي واحنا الان في مشارعاتنا عندنا التجهم الان الاسلامية قل لي لتقوية القيم في حياة الانسان لتقوية البعد المادي ولهذا يرى كماله سيارة افضل بيت افضل لباس افضل سفر افضل هي نفس الفلسفة الغربية انا ما رد اقول هذه لا دورة لها في حياة الانسان جد مهمة ولكنها هي الاصل له هي المظهر المظهر اين في تلك القيم في ذلك البعد المعنوي قال ويرى يونغ ان خلاص الانسان المعاصر من ازمة البحث عن النفس تكمن في العودة الى القيم الروحية الحق اللي هي مو فقط ما موجودة في مجتمعاتنا ما موجودة في مؤسساتنا الدينية ولهذا تعاملنا مع الاخر بينكم وبين الله انا مرارا ذاكر هاي القضية شيخ جوادي يقول انظر الى نفسك قيمك كذا عندما تسوق سيارة مولانة فيخرج واحد امامك بشكل غير طبيعي شنون تتعاملوا يا هل يختلف تعاملك معه من تعامل الاخرين معه لا والله ايضا تقي وتجتمى والصيح وكذا كما لو انسان ماذا دارس شي لو ما دارس شي ما دارس شي اذا انت باطنك مع العوام يختلف هو ما يختلف ما يختلف نعم انت تحمل مجموعة من المعلومات ولا يحملها فقط هذا و الا معنويا قيميا تربويا مبني له غير مبني مبني مو غير مبني وهذا امتحنوا مع نفسكم امتحنوا وامتحنوا في غسركم ادخل الى الى البيت وشوف المرأة بيني وبين الله مفروض تسوي مولانا غذاء الظهر مولانا وممزوي مولانا شو شون تتعامل تتعامل معه كما يتعامل اي انسان عامي لا يعرفه شيء خلاص اطلقا هذا اجربوه في حياتكم بل الانسان على نفسه ما يحتاج احد يقول لك انت شنو عندك ولهذا يوم القيامة يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبا ما يحتاج احد يحاسبك هناك مباشرة ام هو ما يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ولهذا كن على ثقه اليوم انا في الصباح مولانا ما ادي صارت مناسبة مولانا وجلست وقول امامكم اقول بكيت بكاء شديدا قلت هذه اعمارنا خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة قضيناها في علمه كتابه تصفيق صفقونه وقالوا اعلم وقالوا كذا بيننا وبين الله هذا الاعتبار الذي حصلنا عليه في هذه النشأة اذا انتقلنا الى تلك النشأة انا اعتبار لو ليس لنا اعتبار يقولون انا يشوفوا وين شنتوا انتم يوم تبلل صرائر هذا كان باطنكم ولهذا واقعا احنا خب متأخر علينا ان افكر في الستينات انا في اواسط الستينات انتم اللي الان اعماركم تساعد اشتغلوا اشتغلوا خوش فرصاتكم اشتغلوا على هاي الابحات انا ان شاء الله في من غد ان شاء الله سوف انتقل الى النظرية القرآنية